يلا انا معكم مرة تانية. طيب تعالنا عمل بقى للسؤال. يلا. بعد عنا نخلص هاي ونعمل قصة بيخلص اكزرسايزنا. هلأ اذا واحدة من هيدولي خطأ بيعرض جملة الخطأ. بس انا لازم لعملية الحسابية تم اذا اربعة طن صح. يعني انا لازم اقول اذا هالمرة ما بقول is valid is valid of equal equal true. متل ما اتفقنا. بنكتب طريقة professional. يلي هي هاي. if is valid equal equal true بيكتبها if is valid. متل كيف if x equal true. بقول if x بس. عظيم. ستبقى الحالة بقول is is valid بس. منذ ما اقوله equal equal true. يعني اذا اول علامة صحيحة. يعني اذا هو اعطاني true. و is valid of g2. and is valid of g3. and is valid of g4. رحصتوا شو عملت هون شو استعملت? استعملت ال end. يا ال end بتقول انه هاي لازم تكون صح. وهاي لازم تكون صح. وهاي لازم تكون صح. كلهم لازم يكونوا صح. ليمشي الحال. اذا واحد منه الخطأ ما بيمشي الحال. هيك عم تصير. اذا اربعتهم مزبوطين. بدي اقلو عمال العملية الحسابية. جيب ال average. وحط اللي الجواب بقلب الفورم. كيف? بقلو هايك. بقلو ال s dot value. مين هي ال s dot value? يعني السم. بتساوي eval لجي one. زائد eval لجي two. تتذكروا ال eval شو عش بتعمل. حتى تحول التاكس لنمبر. جي ثري زائد eval of g4. وحطهم بقلب التاكس بوكس. يلي هي السم. وال average dot value بتساوي ال s dot value على اربع. يعني المجموع اسمي اربع. وبرجع بقلو اذا كان ناجح. يعني اذا ال ev dot value اكبر او يساوي 11. ال 11 يعني الناجح. ساعتها عطيني كلمة past وحطها داخل ال r dot value equal past. بس لانه انا هاي اللي past بدي اياه تطلع باللون الاخضر. فبقلو حولي اياها للون الاخضر. كيف? بقلو r dot style dot color equal green. هلا ما رعت معنا من شوية من فوق باللون الاحمر. اذا لا يعني ما انه اكبر او يساوي احداش. يعني هو يراسب. بهاي الحالة بدي قلو هون انه يعطيني r dot style او r dot value equal failed. و بقلو عطيني style تاعة باللون الاحمر. عظيم. لهون تمام التمام التمام. طب صار فيني بلش اعمل تاست? يلا لازم كل شي صار تمام. تعني عمل reload للصبحة. هاتركم كلو نزيرو. كالكولاية عطاني failed. انه راسب. طب تعني اكتب علامات صحيحة. يعني ما تكون خاطئة. ببادئ الامر. شوفو كيف. هعمل zoom auto شوية هيك ها. هل قد منيح. 18. 13 ونص. 10. 15. calculate. اعطاني ال average. وال sum. وباست. بس ما حلو انه ال average. يكون 50 رقم بعد الفاصلة. بنزبط طب نحط له رقم واحد بعد الفاصلة بعد شوية. طب تعني نكتب هلأ رقم واحد خطأ. مثلا هاي نتركها فاضية. calculate. اول شيء سفرهم تحت. ما نعني اني اكتب النتيجة لانه في علامة منهم غلط. يلي خليني اعمل هالشي يا احبائي. هي ال if المعقدة اللي انا اكتبتها مع ال and. اللي هي هاي. يلي هي رفضت انه تجمع وتقصن. الا اذا اربعة صح. واحدة منهم تكون خطأ. ترفض انه تجمع وتعمل ال average. هيدا اللي انا من شيء هيك عادة حطا يتلكون يا با الطريقة. ازا واحدة غلط خلص. كله غلط. طب تعال الاولى هون. نحط فيها ناقص تسعة. ضغري اعطاني جملة خطأ تحتها. طب تعالها هاي نكتب فيها تاكست. ضغري اعطاني غلط. طب تعالها هاي نحط بقلبها رقم عالي. مية وخمسين. كمان اعطاني فيها غلط. طب تعالها نبلش نصححهم. هاي فوق نحطها تسعة. صححها. راحت الخطأ من تحتها. بس بعده النتيجة منا مرضية. ما بيعطيني نتيجة تحت لانه بده الاربعة يكونوا صح. هيدا الاف اللي انا حطيتها مع الاند. طب التاني هون بدي حطها زيرو. زيرو مقبولة. ضمنا. وهون بالغريت ثري خليها تكون طمانتعاش. وهون خليها تكون اطناعش. اعطاني النتيجة. بس المجموع تاعه ما خولوا انه ينجح. فاعطاني اياه فايل. بتاع النجحه. بديل الزيرو خلينا نحط له خمسة عشر. قلي انه هيدا تمام. شغل ممتاز. شغل هيدا شغل الحقيقة. وقوع كنت قلولي انه شركات بتطلب هاي شي ما بتطلب هاي شي. يا عمي انتوا رايحين تكتبوا بكرا بعدين. هال ما بدا 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 منطق بدا انالايز. هيدا انالايز عم تاخدوه هون هلأ. بهذا التفصيل بساعدكن كتير لبعدين. طب اعزائي اه انا بفضل انا بفضل انه الامج نعملها سوا بكرا. اه اليوم الاربعة يعني. لقلكم ليش? لانو صارو كتار فوق راسكن. وخاصة بعرض الامج بشكل عشوائي هو بشكل تايمر بتطلب شرح زيادة. والشرح الزيادة على راسكن جدا بتلاقوه صعب. بس وعدوني بليز انو جربوا اروه لهيدا الاجزرسايز وجربوا طبقوه من اول وجديد وحاولوا طبقوه بدون وقلولي ساعة النتيجة رجاءا وانا بكرا النهار الاربعة ان شاء الله بعمل انا وياكن الامج اللي هي تايمر وراندوم. وصدقوني لما نعمل الامج راندوم مع تايمر بتصيروا بتحبوا انو تستعملوا هيدا الاسلوب بغير مكان لتعرضوا عدة صور بشكل عشوائي متل شكل الكاروزل اللي نحنا بنشوفها اونلاين. تمام? متفقين لهون? كله تمام? يلا خيري يعطيكم العافية وهلأ شي ساعة زمان ببعث لكم كل شي ان شاء الله اليوم موفقين موفقين.